السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كخير معكم سوما والنهاردة معانا فيديو جديد والنهاردة هنعمل مع بعض يعني زي ما انتو شايفين كده هامبورجر اللحمة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وبسط وبقى يعني النتيجة النهائية خرافة احلى من اللي بيجي من بره مليون مرة وهنتحيل على نفسنا كده وهنعمله بطريقة تشبه اللي احنا بنشتريه من بره بس بشكل يعني بيتي اكتر يلا نبدأ بسم الله ونشوف الوصفة بتاعتنا ما قادرها عبارة عن ايه معايا كده زي ما انتو شايفين اول حاجة كمية من اللحمة الكمية دي نص كيلو من اللحمة المفرومة ومعايا تقريبا بالضبط ربع كيلو من الدهن اي دهن موجود عندك اي دهون موجود عندك في الفريزر ادرى بيها بحيث ان هي تكون ربع كيلو او معلقتين كده كبار معايا كمان بيض بيضة ومعلقتين كبار من سوس الباربيكيو وكمان معايا معلقة كبيرة طن بودرة معلقة كبيرة بصل بودرة ونص معلقة صغيرة فلفل اسمر معايا كمان بوهرات البورجر او خلطة البورجر اللي بنشتريها جاهزة زي ما انتو شايفين كده بيبقى ده شكلها انا اخدت منها معلقة كبيرة مليانة بشكل هرمي وكمان معايا خلطة السبع بوهرات ورشة ملح معايا كمان فول صوية زي ما انتو شايفين كده دول تقريبا كباية الى ربع كباية الى ربع فول صوية مجروش اه طبعا انا مش ضيف له اي حاجة لسه بس هنضيف له مع بعض كده كباية من المية الدفية وهنسيبه منقوع فيها تقريبا من عشر دقائق لربع ساعة لغاية لما يشرب المية دي بعد ما عدت العشر دقائق لربع ساعة صفيته كويس جدا وعصرته من المية اللي كانت فيه وبعد كده هبتدي ان انا اخد كل بقى المكونات دي وهضيفها في الكبة لو الكبة بتاعتك خايفة عليها يعني ممكن تقسمي المكونات دي على جزئين اخلطيهم يعني مع بعض برا في بولا ويقسميهم في الكبة على جزئين حطيت معلقتين كبار من البربيكيو سوس وهننزل بقى بباقي المقادير كمان التوابل كلها مع بعضها وضروري قوي ان انت تكوني عصرة كويس جدا فول الصوية علشان خاطر المية دي لو نزلت في الكبة واتضربت بيها هتخلي البرجر بتاعك يفك ومش هيبقى حلو خالص طبعا ما ينفعش ان احنا نضيف بصل خالص علشان لو ضفتي بصل هيقلب معك كفتة هنا كده ده الخليط بعد ما اتضرب كويس جدا في الكبة هبتدي بقى ان انا اعينه في التلاجة شوية لغاية لما يتماسك كده زي ما انتوا شايفين وطبعا حضرت كده غطى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده انا خرجته خلاص بعد ما قعد تقريبا ساعة في التلاجة جبت بقى الغطى ده اي غطى بتاع اي برطمان او اي حاجة عندك او ممكن كمان علبة الجبنة المسلسات هتنفع برضو لو ما عندي كيش مجبس البورجر طبعا انا عندي مجبس البورجر بس انا وريتكو كده بالغطى ان هي تنفع باي حاجة ماردتش عمله بالمجبس بس عملته لكو كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان تعرفوا ان اي حاجة هتنفع بديل لكن هو فكرة المجبس بس ان هو بيبقى اسهل وكمان بيدي شكل وتضليعه كده افضل كده ايه من ان هو يكون سادا اطعت كده اكياس اللي هي بتاعت الصندوطشات العادية خالص اا بالحجم اللي هو اا المناسب للغطى البرتمون ده وابتديت بقى ان انا اضغط كده كويس جدا على اللحمة علشان تتفرد كويس قوي اا في الغطى وما يبقاش فيها فرغات وما بين كل اا واحدة هامبورجر والتانية ابتديت ان انا احط اا الاكياس البلاستيك دي اا طبعا بتبقى حلوة جدا لما تيجي تفرزي لو عاملة كمية وتفرزي منه في الفريزر هيبقى الموضوع سهل وبسيط جدا لما تيجي تخرجي منه بيبقى جميل جدا ان انت تخرجي منه في اي وقت انت مزنوقة فيه ما تبختش فيه اا بتلاقي الموضوع سهل ان انت تطلعي منه وتقلي على طول اا وصفة سهلة وبسيطة وخصوصا ان هيسهل معاك كمان الاكياس اا لما تحطيها كطبقة عزلة ما بين كل واحدة والتانية مش هتضيق بعد كده ان انت تيجي تطلعي القطعة مش هتلاقيها لزقف اللي تحتها وهكذا فزي ما انتو شايفين ده السنك بتاعه طبعا ممكن تعمليه صفت اكتر من كده ارفع من اللي انا عاملاه اا بس طبعا انتو عارفين ان فيه كمية من الدهون فهيكش انا عامل حساب كده اا عاملها زي بتاع بره بالضبط اا بتاع بره بيبقى جاي محمل برضو كمية الدهون عالية يمكن اعلى كمان من الدهون اللي انا حطاها معاكو اا بس انا عامل حسابي ان هو هيكش شوية عن كده بسبب نسبة الدهون اللي انا عاملها طبعا نص كيلو اللحمة عملي الكمية دي بالحجم ده الحجم كبير جدا شايفين عرض الهامبورجر قد ايه العرض بتاعه ما شاء الله كبير جدا السمكة بتاعته عالية قوي علشان كده عملي الكمية دي بس طبعا انا لو هعمله بالحجم الطبيعي اللي احنا بنشتري من برة هيعمل 3 اضعاف الكمية اللي انتوا شايفينها دي اا هنا كده بعد ما دخلتوا بصراحة الفريزر قعد تقريبا ساعة ابتديت ان انا اطلعه كده بعد ما استريح يعني برحته خالص اا على الجريلة سخنة مدهونة دهنة من الزيت وهبتدي بقى ان انا انزل البرجر بتاعي اا علشان يستوي الاول بنزله على نار عالية وبعد كده بوطي النار علشان ما يكشش معايا كتير دي يعني حاجة من ضمن الحاجات اللي بتخليه ان هو ما يكشش ان انت تهدي النار عليه طبعا طول ما هي الارضية مسكة معاكي ما تقلبهوش علشان زي ما انت شايفة ممكن يكون لسه ما اخدش اللون الكافي فلما تيجي تقلبين ناحية التانية ممكن ايه حتى تتكسر منك ولا حاجة فسيبه ياخد رحته يعني واللون بتاعه مظبوط هنا كده جبت العيش بتاع البرجر وابتدي ان انا ااخد بقى ايه من طعم الحاجات اللي نزلت والبهاريز دي واشوحه كده معاهم هعمل طبعا الطبقتين بنفس الشكل علشان كده ياخد لون كده وياخد طعم البهاريز بتاعته كده ويبقى طعمه خرافة اكتر هبتدي ان انا اطلعه وشفته اخد لون عامل ازاي وكمان زي ما اتفقنا اخد كده من البهاريز اللي نزلت من البرجر بتاعي بحمصه كده بقى وبديله الطعم الجميل وهشيل كده العيش كله على جنب هعمله كله الكمية بنفس الطريقة كل ما اعمل بتاع دوات شوية من البورجر انزل معهم العيش بتاعه هنا دي شرايح من الجبنة هبتدي ان انا اضفه كده على وش البورجر بتاعي وهو لسه على الجريلة علشان خاطر يسيح من الحرارة طبعا الجبنة تسيح شوية بتبقى جميلة جدا طبعا بتاخد من الحرارة بتاعت البورجر مع الحرارة بتاعت الجريل والبخار بقى اللي طالع وكده بتبقى فضيعة شيلت كده كمية البورجر بتاعتي وهنزل بالكمية التانية وهنبتدي بقى نحضر مع بعض البورجر طبعا معايا هنا كاتشب هحط كده كمية من الكاتشب في الارضية ومعايا فلفل اخضر ومعايا طبعا طماطم معايا شرايح من البصل طبعا زي ما تحبي في ناس ممكن تستغنى عن كل الحاجات دي وتحط خيار مخلل وخلاص يعني من ناس بتحب الكابوتشا زي ما تحبي دي حاجة بتاعتك يعني اعمليها بالطريقة اللي تحبيها حطيت كده البورجر اخر طبقة وطبعا لو حبة مايونيز من حبة مستردة الحاجات دي كلها اضافات انتي ممكن تعمليها ده كده شكل البورجر بتاعي بعد ما خلصت الكمية كلها وطبعا قليت معايا بطاطس بقى ويعني ما اقولكوش اكلة فضيعة احلى من بتاعة المطاعم مليون مرة جربوها ان شاء الله تعجبكو خالص عايز اوريكو بقى البورجر نفسه لما فتحته هنفتح كده واحدة مع بعض ونشوف كده طبعا لونها الخارجي فضيع طحفة هنشوف كمان شكلها من جوة هل عاملة زي بتاعت برة هل متماسكة واحنا بنقطحها ولا لا متماسكة جدا لونها من برة فضيع الكرمالة اللي عليه كده شكلها رهيب هنبتدي كده نقطحها كمان شايفين كده بصوا بقى اللون من جوة التسوية عاملة زي اللون بتاع البورجر نفسه اطعم مليون مرة من بتاع برة جربوه بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكو جدا لو حابين خلطة البورجر تضيفوها كاملة اضيفوها كاملة لو بتحبوا طعمها والتيست بتاعها انا ضفت منها معلقة جبيرة لو مش مكتفين بالمعلقة وحابين تضيفوا الكيس كامل ضيفوه واصلا الكيس معمول لنص كيلو من اللحمة بس يا جماعة هي دي الوصفة بتاعتي النهاردة وهو ده شكل البورجر بتاعنا النهاردة لو عجبتكو الوصفة وعجبكو الفيديو وعجبتكو الطريقة ياريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكو الحلوة تقول لي ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة وان كان عجبكو ولا لا واستفدتوا منه ولا لا واول لما تجربوا الوصفة بالطريقة بتاعتي هستنى تعليقاتكو ترجعوا لي هنا تاني تقول لي ايه رأيكم فيها واخر حاجة يقولها لكم بالفهنة وشفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم